طاقتك العامة أنت في هذه العشر أيام أنت تقبل على الحياة تشعر بالسعادة والفرح وتشعر بأنك في بداية جديدة أنت ترى الحبيب بأنه هو الشخص المناسب لك وبأنه مثل توأم لروحك قريب من أفكارك قريب من عقلك في نفس طريقة تفكيرك في نفس طريقة في نفس مستوى معيشتك أنت تشعر من النهاية بأنه هو الشخص المناسب لك الحبيب ربما يكون في هذه الفترة متباعد عنك قليلا ولكنه يراقبك والحبيب أيضا ممكن أن يكون شخص بخيل قليلا وعاند بعض الشيء ويوجد عنده بدايات جديدة شيء في حياته يبدأ احتمال بأنه يكون في اختيار بين شخصين هو إنسان عنيد كما قلت وعنده بدايات جديدة في هذه الفترة إذن أنت ترى الحبيب بأنه هو الشخص المناسب وبأن الحبيب هو إنسان ممكن أن يكون عنيد بعض الشيء بخيل بعض الشيء ولكن في هذه الفترة عنده بدايات جديدة في حياته لا أعلم احتمال بأنها تكون بداية علاقة جديدة بداية عمل جديد مشروع جديد قد قام به وهو منفتح على الحياة ومقبل على الحياة وهو عنده أمل كبير وضعه على هذا الشيء فقطك لهذه القراءة أنت في وقت نجاحات وانتصارات وأنت تحقق إنجازات كبيرة وأنت راضا عن هذا الشيء أو بأنك في وضع اختيار بين شخصين وأنت محتار أيهما أقبل وقد ظهرت لي في الطاقة العامة بأن هذا الشخص ربما يكون عنده طاقة غضب منك ربما يكون عنده طاقة غضب منك هذا الشخص وغيظ بسبب طرف آخر دخل بينكما طاقة الحبيب الحبيب هنا إما في طاقة غيظ وغضب شديدين بسبب كما قلت دخول طرف ثالث بينكما أو عنده طاقة جسدية عالية تجاهك أحدهما إما أن يكون أحدهما أو إثنين معا أو هو الحبيب هو في طاقة عمل كبير هو يعمل بشكل بطريقة غير معقولة وكما قلت في الطاقة العامة قد ظهرت بأنه يوجد عنده بدايات جديدة ربما بداية لعمل جديد أو لمشروع جديد وهو يضع كل فقله في هذا المشروع وهذا العمل ويعمل بكل جد ونشاط وأنت هكذا تراه تراه بأنه غير مهتم بك في هذه الفترة هو يقضي معظم وقته في عمله مهتم بعمله وبنجاح وهو شخص ذكي جدا ومتقن لعمله ولا يحب أن يلهي نفسه بشيء آخر إلا عمله هذا الشخص عندما يعمل لا يفكر بشيء آخر سوى عمله وهذا الشخص مدمن عمل الحبيب يراك الحبيب يراك بأنك أنت كأس الحب بأنك الحب كله هو يحبك جدا ويراك بأنك تفيض بالمشاعر الأحاسيس أنت أيضا ويراك بأنك أنت الشخص المناسب لروحه ولحياته يحبك ولكنه احتمال بأنه لا يوجد عنده الوقت الكامل لكي يعطيك هذا الحب أو يعبر لك عن هذه المشاعر الفياضة فهو يفيد بالحب لك ولكل من يقترب منك ولكل أهلك ولكل أصدقائك هو جدا إنسان طيب هذا الحبيب جدا إنسان طيب وجدا إنسان روحاني ظهرت عندي كرود الروحانية بطريقة غير معقولة ظهرت احتمال أربعة خمسة ستة ظهرت تقريبا كل كرود الروحانيات لهذا الشخص أنت أيضا روحاني ظهرت في طاقة الشمس وهو أيضا جدا إنسان طيب وملئ قلبه بالحب والمشاعر لك ولكنه بنفس الوقت هو إنسان مجد ويعمل بطريقة غير معقولة هو يحب عمله بشكل جبير وأنا في هذه الكرود احتمال يكون شخص طرف الثالث دخل في هذه العلاقة هناك احتمال يكون في هذه القراءة احتمال يكون أنه دخل طرف ثالث بينكما في هذه العلاقة ولكن هذا الشخص يحبك بطريقة كبيرة نوايا هذا الحبيب ينوي أن يأتي إليك ويحتفل معك ينوي أن يكون معك ويعطيك من وقته الشيء الكبير لأنه يشعر بأنه مبتعد عنك في هذه الفترة ابتعد عنك احتمال بأن يكون هذا الطرف الثالث هو العمل المدمن عليه وهو يظهر بطاقة الإدمان هنا احتمال بأنه يكون هذا شخص مدمن عمل وبأن أنت غاضب منه بسبب هذا الشيء وهذه هي نوايا نوايا أن يأتي إليك ويحتفل معك ويكون معك في سعادة ويخرج معك وتفرحان ربما تذهبان إلى سينما إلى أي شيء إذن هو يريد أن يكون معك ويحتفل معك في هذه الفترة نواياه القادمة ينوي أن يكون معك في زواج هو ينوي أن يكون معك في زواج هو ينوي أن يتقدم لك بخطوة جدية ويكون معك في زواج ولكنه كما قلت احتمال أنه يكون مبتعد في هذه الفترة بسبب العمل الذي عنده أو ربما يكون هناك طرف آخر طرف ثالث قد أبعد هذا الشخص عنك ولكن هذا الشخص أنا أرى بأن هذا الشخص ليس من طرفه بل من طرفك هو يريد أن يكون معك في زواج ويحبك جدا جدا ونواياه هي أن يكون معك ويحتفل معك إذن نواياه جيدة وخطوته القادمة جيدة وهو يحبك بصدق ولكن الطرف الثالث هو الطرف الثالث ربما يكون منك ربما أنت في طاقة حيرة بين هذين الشخصين وهو يشعر في الطاقة العامة أيضا بأنه غاضب منك بسبب دخول طرف الثالث إلى حياتك كما قلت ربما يكون هذا الطرف العمل أو ربما يكون شخصا آخر ونتيجة هذه القراءة تقول لنا بأن وجود طرف الثالث سيبقى بينكم ربما تدخل في زواج أنت وهو وتكون مع بعضكما في علاقة رسمية ولكن الطرف الثالث سيبقى بينكم احتمال بأن يكون هذا الطرف الثالث كما قلت هو عمل أو إدمان لشيء معين وهذه نصيحتك لهذه القراءة تقول بأن تخفف من حدة قراراتك قليلا وتعبر له عن مشاعرك عبر له قليلا عن مشاعرك وأظهر له حبه الكبير فالحياة ليست كلها عمل الحياة ليست بكلها عمل إنما أنت يجب أن تأخذ قسطا من الراحة وتعبر له قليلا عن مشاعرك فأنت هنا تظهر بطاقة التشاريوت هو لا يعبر أبدا عن مشاعره هو إنسان صامت وصادق لكنه أبدا لا يعبر عن مشاعره ويأخذ قرارات حاسمة واجد المفروض منك أن تأخذ قرارات لا أقول أن لا تكون جاد لكن عبر له عن حبك له ولا تكون قاسي ومتصلب في رأيك بالنسبة لأبراج هنا يوجد عندنا برج السرطان برج الجديد برج العذراء برج القوس وبرج الميزان وبرج القوس مرة أخرى وبرج الحوت وهنا تظهر لطاقة برج الأسد برج الثور وبرج السرطان أما بالنسبة لأوراق بالنصيحة تقول لك هذه البطاقة حاول الاستفادة من أخطائك وقم بإصلاحها إذا كنت أخطأت بحق هذا الشخص أو إذا كنت رأيت شخص أمامك قد أخطأ فلتستفيد من هذه الأخطاء ولا تكررها وإذا كنت أنت في علاقة ثلاثية فلتخرج من هذه العلاقة وتبقى مع شخص واحد لأن هذه الطريقة ليست بالطريقة المثلة بأن تكون مع شخص وتبقى مع شخص آخر هذا الأمر جدا سيتعبك تقول لك هذه البطاقة هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة هذا شيء هذا هو أن تبقى مع شخصين في وقت واحد فإن بقيت مع شخصين في وقت واحد سيأتي يوم وتنكشف هذه الحقيقة أمام الشخصين وربما تكون خسارتك للإثنين معا فهذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة لنأخذ نصيحتين من الرومانس إنجل النصيحة النصيحة تقول لك ممكن أن يكون هذا الشخص هو الشخص المناسب وهو توأم لروحك وأن تمضي معه بقية حياتك نصيحة نصيحة تقول لك عبر عن حبك فكما قلت في هذه البطاقة عليك فقط أن تعبر عن حبك وتخفف من قراراتك وتسلقك برأيك شكرا لكم برج جوزاء على هذه المجاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قابل ترجمة نانسي قنقر